فرقم اتنين بيقولي اقرأ واكتشف فاثنين ألف بيقولي ايه؟ بدأ الرحالة يومهم في البحث عن مكان للتخييم ونها قبل كده ان هي معناها احسنتم معسكر الى اخره ظلوا يبحثون وارتابوا انهم لن يعثروا على الغدير ارتابوا احسنتم معناها ممتازين ارتابوا معناها شكوا ارتابوا معناها شكوا نرجع كده لألف بيقولي ارتابوا معناها تعلموا ولا شكوا ولا ساروا احسنتم جميعا ارتابوا معناها شكوا خلي بالك احنا استنتجنا معنا الكلمة من الصياق خلاص وهنرجع للمعجم بتاعنا في صفحة 94 و95 هنلاقي المعجم الصغير بتاعنا نتأكد من اجابتنا يبقى نحل وبعد ما نحل هنا الاجابة بتاعتنا من خلال الصياق ومن خلال استنتجنا هنرجع للمعجم الصغير بتاعنا في صفحة 94 و95 نكمل كده ظلوا يبحثونا وارتابوا وانه معناها شكوا انهم لن يعثروا على الغدير اللي يتيسر لهم الشرب والصيد اذا الغدير دا اللي هو ايه؟ قال الغدير هل هو معناه المخرج ولا؟ النهر الصغير ولا الحجر؟ احسنتم الغدير اللي هو النهر الصغير او جدول جدول يعني ايه؟ غير جدول الحصص والجدول؟ لا الجدول اللي هنا مقصود به ما كان بيبقى فيه مياه قليلة بنسميه جدول او نهر صغير اذا الغدير هنا مقصود به في الصياق النهر الصغير ونرجع لمعجمنا الصغير في صفحة 94 و95 ونتأكد من اجابتنا في رقم جيم بيقول لي اكتازا تعال نشوف كده بيقول لي ايه؟ سبق القائد مجموعته فاكتازا طريق التل مسرعا عندما سمع صوت اندفاع الماء بعد ان قنط الجميع وعايز معنا كلمة اكتازا نرجع للجملة كده السياق بتاعنا بيقول ليه؟ سبق القائد مجموعته فاكتازا طريق التل اكتاز التل يعني احسنتم هل سلكا ولا ضلا ولا بحسا اللي اكتازا طريق التل يعني سلك طريق التل وعبر منه ونرجع لمعجمنا هنلاقي كلمة اكتازا معناها سلكا او عبرة تعال نكمل كده ونشوف بعد ان قنط الجميع واجد الماء بعد ان قنط الجميع يعني قنط نرجع كده قنط هل معناها تفاقل الجميع؟ مش تلاقيين ميا فهل تفاقل الجميع؟ ولا خدع الجميع؟ ولا يأس الجميع؟ احسنتم قنطوا يعني يأسوا اذا قنط يأسا نكمل قراءتنا وصاح صعيدا وهو مبسوط بيقولي بقى اقبلوا فوصلوا واشعلوا نيرانهم على شفير النهر ليعدوا وجبة العشاء اشعلوا النيران على شفير النهر احسنتم شفير هل هنا معناها اخر النهر ام جانب النهر ام اعلى النهر ممتازين زي ما شفناها في قصتنا شفير النهر يعني الشاطئ بتاع النهر او جانب النهر او حافة النهر اذا نختار جانب النهر نكمل معه بعد كده وبعد ان فرغوا يعني بعد ما انتهوا عاجلوا الى النوم ليبدأوا يوما جديدا مليئا بالمغامرة والمتعة بعد ما فرغوا عاجلوا الى النوم عاجلوا جاية من العجلة يعني ايه مستر هل معنى عاجلوا تجولوا ولا تأخروا ولا اصرعوا نرجع كده هممكن اقول عاجلوا الى النوم يعني اصرعوا احسنتم الى النوم شوف الحلقة كاملة من خلال تطبيق مدرستنا بلوس مدرستنا مستقبل يبدأ الان